أحوال طقس تأتيكم من قناة الشروق مشاهدنا الكرام أهلا بكم اليوم خلال نهار اليوم سجلنا سحب كتيفة مدتنا بعض القطرات من الأمطار على المدن الساحلية كانت معتبرة هذه الأمطار على مدن الهداب العليا والداخلية حالة الطقس لنهار الغد بحول الله مع الفجر إن شاء الله سنترقب أجواء مغشات سحب عابرة من النوع العالي والمتوسط حتهم كافة المناطق الشمالية للوطن تكون مرفوقة بضباب يتشكل على المدن الساحلية أيضا نفس الوضعية الجوية ثماء ملبادات تهم كل من منطقة صورة باتجاه تندوف مرورا بيتاب البالا وبني عباس تمتد إلى غاية أقصى الجنوب الجزائري ككل من برج بجمختار وعنكزم مرورا بصحراء تزروف لكن عموما الأجواء تكون صافية ومستقرة على كل من الصحراء الوسطى مرتفعات الهجار والتاسيلي باتجاه الجنوب الشرقي منطقة الوحات وشمال الصحراء غدا إن شاء الله خلال الظاهرة سينقشح ذلك الضباب لكان خلال الصباحة على المدن الساحلية لكن تبقى الأجواء مغشات بسحب من النوع العالي والمتوسط ترفقها خلايا رعدية حتهم كل مدن الهداب العليا للوطن تقدر تمتد في أواخر النهار إلى المدن الداخلية والساحلية خاصة الغربية والوسطى نفس الوضعية الجوية نشاط رعدي أي هم كل من منطقة الصورة باتجاه تندوف مرورا بيتاب البالا وبني عباس تمتد إلى غاية صحراء تزروف وأقصى الجنوب الجزائري أيضا على مرتفعات التاسيلي لكن عموما الأجواء تكون صافية مشمسة ومستقرة على كل من مرتفعات الهوقار الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي باتجاه منطقة الواحات وشمال الصحراء لدينا أيضا زواب عراملية تنشط على الصحراء الوسطى وهذا راجع إلى ريح محليا تقدر تكون قوية درجات الحرارة الدنيا خلال صبيحة الغد بحول الله نرتقي ب 16 درجة كأدنى حد هم كل من صيف وباتنا 18 درجة على قسنطينة أم البواقي ميلا برج بوريرج والبويرة و20 درجة على كل من سعيدة البيض النعامة أيضا على الجلفة تيارت والغوات نفس المقياس 20 درجة على السواحل الوسطى 21 درجة ما بين 21 إلى 22 درجة على السواحل الشرقية والغربية نفس المقياس على الشلف المدية غليزان معسكر وسيدي بالعباس بالنسبة للمناطق الجنوبية عنا 20 على منطقة تامنة 22 على جانت وإليزي أيضا 23 درجة على منطقة بن عباس 24 درجة على بشار 27 درجة على كل من شمال الصحراء وعين أزاوة 28 درجة على برج بجي مختار نفس المقياس على تندوف و30 درجة تهم كل من أضرار عين صالح ومنطقة الواحات درجات الحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد بحول الله ستبقى مستقرة حيث نرتقى 32 درجة حيث تهم كل من صيف واباتنا 33 درجة على الهداب العليا الغربية ككل من الغوات الجلفة تسيارت أيضا على سعيدة ربيد عامة مشرية وعين صفرات 33 درجة نفس المقياس يهم كل مدن داخلية للوطن بما فيها قسنطينا أم البواقين ميلا تيزي وزول مدية شلف غليزان معسكر وتلمسان 31 درجة على الجزاء العاصمة بومردس وتيبازا 30 درجة مرتقبة بحول الله على كل من عنابس كيك دالقالة وحتى بجايد 27 درجة على كل من وهرن مصد غنم وبنصف بالنسبة للمناطق الجنوبية عندنا 34 درجة على تمناس 36 درجة على منطقة جانات 40 درجة على منطقة إليزي برج الحواس وعينة مناص وعلى كل من غردية بريان وزلفانات 38 درجة على بن عباس 39 درجة على بشار 41 درجة على منطقة تين دوف أيضا نفس المقياس و40 درجة على كل من بسكرة ورقلات تقورت والواد 42 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ككل من برج بجي مختار عنقزام عنقزواتي مياوين واتين زواتين 43 درجة على عين صالح و44 درجة كأعلى مقياس تحت الدل حيهم منطقة أدرار للملاحة والصيد البحري غدا إن شاء الله البحر يكون هادئ وجميل على السواحل الشرقية إلى مضطرب محليا على السواحل الوسطى وقليل الإطراب على السواحل الغربية وفق رياح شمالية شرقية ستكون على كافة الشريط الساحلي سرعة الرياح تتراوح بين 10 إلى 20 كم في الساعة على السواحل الشرقية وبين 20 إلى 30 كم في الساعة على السواحل الغربية بينما تقدر تصل إلى حتى 40 كم في الساعة هذا على السواحل الوسطى للوطن الراية ستكون خضراء على السواحل الشرقية يعني سباحة ستكون مسموحة بينما الراية ستكون حمراء على السواحل الوسطى يعني سباحة خطيرة وممنوعة تماما بينما تكون راية برتقالية على السواحي الغربية سباحة ستبقى مسموحة على السواحي الغربية لكن يجب ملازمة الحذر وهذا راجع إلى وجود تيار نختم مشاهدنا الكرام نشرت اليوم بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة ودواحها غدا إن شاء الله الجمعة 2 سبتمبر 2016 شروق الشمس سيكون بحول الله في حدود ساعة السادسة وعشرين دقيقة بينما الغروب سيكون في حدود ساعة السابعة واربعتاش دقيقة للمزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يخص الجو والبيئة يمكنكم مشاهدنا الكرام تواصل معنا عبر المواقع الإلكترونية وذكر بها كانت هذه توقعات تقص خلال نهار الغد ويبقى العلم لله أشكركم مشاهدنا الكرام على طيب الإسراء والمتابعة أمسيتكم طيبة مع بقية برنامج الشروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر